السلام عليكم أعزائي طلاب الأول متوسط درسنا لهذا اليوم هو الدرس الأخير من مادتنا مادة التربية الإسلامية للأول متوسط اللي هو درس السرقة درس السرقة هو الدرس الأخير إن شاء الله ونختم المادة وياكم السرقة هي من أخطر أو من أكثر الآفات التي تصيب المجتمع فهو شيء ذميم شيء قبيح يصيب المجتمع حذرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك حذرنا الأم المعصومين وحذرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أيضا عن السرقة فالسرقة فعل منهي عنه يجب علينا أن نبتعد عن هذا الفعل القبيح تعريف السرقة هي أخذ مال الغير المنقول من غير رضا السرقة أن تعتدي على أحد البيوت أو أحد الأشخاص تأخذ أمواله وتنقلهن إليك تنقلهن ببيتك أو بالمكان الذي أنت موجود به تأخذ أمواله من غير رضا طبعا السرقة من غير رضا لأن ما يصر أنه تتأخذين بموافقته ما راح تحتور سرقة فأنه تتأخذ الأموال أموال الشخص الغير تأخذهن من دون إذنه ومن دون رضا عندنا مجموعة أسئلة ملخص لدرسنا لهذا اليوم هو درس السرقة السؤال يقول ما هي الآثار السيئة في المجتمع إذ لم يعاقب السرقة يعني شن التأثيرات اللي راح تصير بالمجتمع أذا ما هذا الشخص من يسرق أذا ما راح نحاسبه طبعا إذا كل شخص يسرق ومن حاسبه راح ينتشر السرقة وراح تنتشر الجرائم وتنتشر كل شيء سلبي ينتشر بالمجتمع فلازم كل شخص أنه يخطأ أو يسرق أو يفعل أي فعل غير مقبول لازم يتلقى شنو يتلقى الحساب مالته لأن يقول من أمن العقاب من أمن العقاب ساء الأدب فكذلك السرقة هذا الشخص أنه يدر هو من راح يسرق ما حدي عاقبة راح كل أشخاص تعوفوا تشغل ما حدي يشتغل بعد كده تتوجه لما تتوجه للسرقة لأن شيء سهل وبدون تعب أنت تروح تأخذ حق غيرك تأخذ الأموال المال غيرك تأخذ جهد غيرك تأخذ تعب غيرك فآثار سيئة راح تحدث بالمجتمع هذا مع عقبنا السارق السرقة جريمة من الجرائم التي تعرض أمن الأفراد والمجتمعات للخطر تعرضنا في اسم ما ذكرنا لكم راح المجتمع ميتوازن راح المجتمع قلق راح يصير اضطرابات بالمجتمع فإذا ما تحاقب السارق راح تتعرض الأمن ما للأفراد أمن المجتمعات راح تتعرض للخطر والسرقة تفتك بالمسلم تفتك بالمسلم يعني تاكل بالمسلم أكل تفتك تنهي السرقة وتقتل روح الأمانة والنبل والنقاء فيه عندما الشخص يسرق راح تقتل روح الأمانة يعني بعد ما حد يأمن على نفسه ما حد يأمن على أمواله ما حد يأمن على أهل بيته ما حد يأمن على حاجياته وكذلك تقتل النبل والنقاء فيما راح يسرق نقاء لأن هذا يقلنا فعل ماشين السرقة فعل ماشين فراح يصير خطر بالمجتمع فالإقدام يعني الذهاب فالإقدام على انتهاك أموال الآخرين عندما تذهب تريد أموال الآخرين تعني أن السارق يسلك سبلا دنيئة يسلك سبلا دنيئة للحصول على المال لأن هذا الشخص من يروح يقبل ويقدم يريد ياخذ أموال غيره هذا فعل دنيئ فعل دنيئ ومن الأفعال الماشينة والغير مقبولة في المجتمع للحصول على المال الذي يتطلب جهدا وصبرا في مجالات اكتسابه عن طريق شريف يعني الشخص اللي يشتغل أي شغل معين هذا وقت عنده وجهد عنده قاعد يبدو الجهد في سبيل شنو في سبيل يجمع الأموال حتى يجي بعيش عائلته فمن يجي السارق بفعل الدنيئ ياخذ الأموال هو شخص أخذ حق غيره سلب الجهد مال هذا الشخص اللي تعب واللي يشتغل حتى يحصل على لقمة العيش عن طريق شريف ويجي هذا السارق فشنو راح تتخربط كينونة المجتمع راح يأثر سلبيا على المجتمع عندما الشخص يسرق راح يتأثر فلازم عندما يسرق السارق تلقائيا يتلقى عقوبته حتى يصير عبرة للغير يصير عبرة للغير حتى شنو البقية يبتعدون وينتهون عن فعل من هذه الأفعال الغير مقبولة لا عرفيا ولا اجتماعيا ولا أخلاقيا سؤال آخر يقول اذكر يجيك سؤال بالامتحان يقول لك اذكر آية قرآنية في عقوبة السارق دليل قرآني يبين لك عقوبة السارق في قوله تعالى في سورة المائدة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم واضح من خلال الآية القرآنية عقوبة السارق هي قطع اليد يعني شخص ذكر كان أو أنثى هذا سرق عقوبة شنو عقوبة قطع اليد نكالا من الله والله عزيز حكيم يعني هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى أن السارق تقطع إذا حتى يصير عبرة للغير هاي قرآنية صريحة الدل على شنو على عقوبة السارق يعني السارق لازم يتحاقب جزاء بما فعل أيضا حديث نبوي شريف يقول اذكر حديثا نبوي شريفا في السابق هناك قلنا آية قرآنية هنا حديث نبوي قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فاطمة زهراء حاشاها أن تفعل هذا الفعل بس النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريد يبين عدالة الإسلام أن الإسلام عادل حتى لو كان أقرب الأشخاص للنبي وأعظم الأنبياء هو لازم يأخذ جزاء حتى يبين للمجتمع النهي عن هذه الأمر عن السرقة حتى الناس تتعط حتى يبين العدالة ما للإسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أيضا سؤال آخر يقول ما أثر التربية الأسرية للفرد بالابتعاد عن هذا الذنب الكبير التربية الأسرية يقصد بها التربية التي الشخص يتلقاها عن طريق أهله في بيته ما أثرها ما هو أثرها حتى نبتعد عن هذا الذنب لأن السرقة قلنا ذنب كبير للمجتمع أو للعائلة لها أثر حتى الإنسان يبتعد عن هذا الفعل إن سوء التربية الأسرية وعدم التزامها يعني الأهل عافوا بينهم أو بيتهم بدون ما يعلم الحلال بدون ما يعلم الحرام راح تصير هذه العائلة سيئة فإن سوء التربية الأسرية وعدم التزامها النهج الإسلامي القويم والتي لم تعود أبنائها منذ الصغر على احترام ملكية الآخرين يعني لازم دور الأب دور الأم دور الأخ الكبير أن يعلم الأطفال من الصغر يعلمهم أنه كل الشخص إلى ملكة الخاص ما يصير إحنا نعتدي عليه بغير حق ما يصير نتجاوز ونأخذ شيء مو من حقنا لازم يتعلم من الصغر حتى من يكبر هو فاهم الأمور الحياة يعرف الحلال يعرف الحرام التي لم تعود أبنائها منذ الصغر على احترام ملكية الآخرين إن تدفع إلى أنانية مفرطة تهيمن على سلوك السارق فيندفع إلى محاولات الاستحوات على كل الأشياء لنفسه وإن كانت مملوكة لغير يعني الأسرة والأهل لهم دور كبير في تربية الأبناء بل هو التربية كلها تصف في مصلحة للطفل عن طريق الأب والأم عن طريق الأسرة فإذا ما علموا من الصغر راح هذا من يكبر كل شيء مو إليه راح يمدد عليها راح يتجاوز ويأخذه يسرقه لأن ما معلمي الأهل على هذا الشيء فكل شيء يريد يهيمن عليها مو من حقه كل شيء يريد يجيبه ويحوزه يأخذه إلى يدفعه فيندفع إلى محاولات الاستحوات على كل الأشياء لنفسه يصير أناني كل شيء يريده إليه كل شيء يحب أنه يملكه وإن كانت مملوكة لغيره طبعا هو سارق وشيء مو ملكه فالأشخاص اللي يملكون هذا الشيء هذا الشخص السارق يجي يريد يملك هذه الأشياء بغير حق سؤال أخير يقول هل يتذوق السارق ما يسرق مثل من يعمل الإنسان في الحلال يعني شنو يعني السارق من يسرق هذا الشيء يحس بطعمه مثل الشخص اللي يروح يشتغل ويتعب ويكت ويبذل جهد ويجيب الأموال هذا يحس بالطعم ما للشيء اللي يحس بالطعم الشيء السرقة عكس ذاك اللي يشتغل وبذل جهد بالطبع لا ما راح يحس لأن ذاك بذل جهد وبذل وقت حتى يجيب يحصل لقمة العيش هذا السارق يجعل حاضر وأخذ هذه الأموال أو هذا الشيء المعين جوابها راح يقول إن اللقمة الحلال والكسب الحلال والمال الحلال والفوز الحلال كل له طعمه اللذيذ كل له طعمه اللذيذ الذي لا يستطيع السارق أن يتذوقه يعني السارق ما راح يحس بطعم هذا الشيء اللي يتذوقه لان ما بذل جهد ما تعب اجا على الحاضر أخذه فقلنا الكسب الحلال المال الحلال الفوز كل له طعمه اللذيذ الذي لا يستطيع السارق أن يتذوقه فكسرة خبز نكسبها عن طريق حلال هي أطيب وأسكى من مائدة حرام نتلذذ بها يعني خبزة أو كسرة خبز بعض الخبز تتعب التوجيب هذه الخبزة بالحلال هذا راح يكون طعامها أطيب وألذ من مائدة كاملة من الطعام فيها مالذة وطاب منها الحرام ديتش راح يصير أفضل وألذ وأطعام حرام نتلذذ لوقت محدود يعني هذه المائدة راح نتلذذ بها الوقت محدود لندفع ثمنها لاحقا ولوقت طويل يعني شنو يعني يوم القيامة راح أنت تدفع ثمن هذا الشيء السرقته يوم القيامة راح رب العالمين يحاسبك على كل صغيرة وكبيرة فراح شنو راح هناك تاخذ جزائك إذا أنت فعلت هذا الفعل المشين اللي هو السرقة فكسرة خبز بالحلال تشتغل من كد إيدك أفضل ما تبند إيدك على مال الغير وتسرق لأنه ينتهي درسنا درس مهم ويهذب الإنسان ويفيدنا بحياتنا الدنياوية والأخراوية إلى هنا ينتهي درسنا نتمنى أن يكون فهمتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة